بنكمل بعض القواعد الأساسية للاحتمالات الكمبل منتري ،�لسا عارفين الحدث المكمل ? قارت دايما ان لو انا عندي احتمالية حدوث الحدثف اقول احتمالية حدوث الحدثف餐 الحدثف哎 حما اصي احتمالية حدوث حدثف ولوف عندي احتمالية الحدثفف فagus اعطائ اجيب احتمالية الحدثفى يعني بطريقة اخرى ان احتمالية حدوث الحدث واحتمالية حدوث مكمله دايما بتساوي واحد تاني قاعدة بتقول لو انا عندي A و B بيوش ولي اكسيكلوسيف افنس يعني مفيش اي تقطع بينهم مينفعش يحصلوا مع بعض فساعتها بقول احتمالية ال A او ال B بتساوي احتمالية ال A زي احتمالية ال B تاني قاعدة بيقول بقى لو كان ال A و ال B مش مش ولي اكسيكلوسيف هنعمل ايه القومون ده بنستخدمه وهو عبارة عن احتمالية ال A او ال B بتساوي بربابلتي اف A زي بربابلتي اف B ناقص بربابلتي التقاطع ليه بقى حزفت التقاطع لان بربابلتي اف A زي بربابلتي اف B بتلاحز انك واخد التقاطع مرتين لو نرجع كده من شكل لشكل فن بتاعنا ده الاتحاد اللي انت شايفه اللي انت شايفه ده بيمثلي الاتحاد فانا لو قلت لايه الوحدها وبيه الوحدها افصلهم كده عن بعض وارجع تاني ضمهم هتلاقي انك واخد التقاطع ده مرتين فكان لازم نحزفه مرة من المرتين ده لو انت محزفش التقاطع فاصلا ممكن كنت الاحتمال عندك تطلع اكبر من واحد حاجه اخير هقولها على الجملة ده خد بالك بربابلتي اف A او B معناها احتمالية حدوث ال A او احتمالية حدوث ال B او احتمالية حدوث الاتنين مع بعض الناس بتفهمها غلط من الكراءة لا خد بالك الا او B او B يعني اما الا او E الواحده او B الوحده او احتمالية حدوث ال اتنين مع بعض لان فيه تقاطع انا قلت لك ان فيه تقطعين هنا مكتوبين بس احنا حزفنا واحد منهم معناه كده ان هنا فيه احتمالية التقاطع مضافه كمان تمامي شباب يعني لو عايزين نفسص الاتنين دول كده هتبقى احتمالية حدوث الا الواحدة زائد احتمالية حدوث البي الواحدة زائد احتمالية حدوث الاتنين مع بعض فدايما الشباب افتكر كده ان ده معناه الا او البي او الاتنين اخر قانونين هنتكلم عنهم قوانين ديمورجان بيقول الاتحاد عبارة عن تقاطع الحدثية يعني انا دلوقتي لو عندي لاتحاد فببدأ اوزع ده على الحدثين واليونيون يتحول لانترسكشن ونفس الحكاية التقاطع عبارة عن اليونيون الاتنين كومبيليمنتري بوزع الكمبيليمنتري وقلب علامة الانترسكشن لعلامة يونيون